عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا لقوى الأمن في منطقة ديرة إسماعيل خان في شمال غربي باكستان وأسفر عن مقتل العشرات وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية وأعربت الوزارة عن خالص التعازي إلى الحكومة الباكستانية واشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء